أيام أو أسابيع قليلة وهتبقى الفلوس موجودة في البنوك خلي بقى بتقعد السوق السودة يشربوه أخضر لقى يطحنوه ويشربوه بدل الشاي كل سنة وتطيبين شوف بقى اللي يجي يقولك أصل ده السعر اللي مش عارف إيه تعايز تقولي أنه حديد عز ينزل السعر 5300 وشوية علشان السودة ما نزلتش لقى طبع هو لو ما كانش متأكد أنه سعر الدولار نزل فعليا ما كانش نزل في أسعاره سعر طن حديد عز بيتراجع ل51 ألف جنيه أو أقل قليلا أنه نزل حوالي من 55 وشوية نزل تقريبا بمعدل حوالي 5300 يعني تقريبا حوالي 50 ألف جنيه تبتتكلم على أكبر شركة لإنتاج حديد التسليح في مصر وأعتقد في الشرق الأوسط يعني أعتقد أنها أكبر في الشرق الأوسط لو في تأديرات أخرى قد تكون منها الأكبر لكن في النهاية ده حديد عز ختم الجودة في الحديد عز الحديد بتاقي هينزل السعر محبة يعني أكيد لا ده شغل ده بيزنس لما يلاقي أنه سعر الدولار بينزل في السوق السوداء يقول لي خلاص انزل بالأسعار وهي في النهاية خلاص برضو هو بيزنس ما أنا لازم أشتغل لازم أنتج ولازم أصرف المنتج اللي عندي ولازم يروح على الموزعين ومن الموزعين يروح على التجار ومن التجار لازم يروح على الشركات بتاعت الإنشاءات والمؤولات لازم أبيع ولازم أشتغل لعل بقى أي منتج آخر سواء الذكاء للحديد أو لغيره يفهم القصة ويعرف إنه الزكاء المنطق الطبيعي في إن أنا أنشئ بيزنس وعايز أكبره أو أخليه مستمر ورائج وبيكسب إن أنا أعمل كده أعمل زي ما عمل الناس بتاعة الحديد عز سعر الدولار في السوق السوداء وقع انزل بسعر الحديد نحن كنا دايما بنقول إيا يا جماعة على الحديد ولا غيره نقول لك الله هو السعر بيزيد كل شوية في أي حاجة يقول لك ما سعر الدولار عمال يزيد طيب ولما سعر الدولار بينزل ما بتنزلوش أسعاركو ليه الحقيقة أول شركة تستجيب فوريا بل وفعليا في الواقع وخفضوا أسعاره دي حاجات خالة برافو أنا عايز أشوف ده بقى في بقية السوق وما تقنعنيش ما تقنعنيش إنه حديد عز مش فاهم مجراءات السوق وطبعته العقل حلو يعني طيب أنا بقول لك الكلام ده عشان بس تبقى فاهم إنه الكلام اللي بتقلك من تنجار السوق السوداء كذب هينزل شوية وبكرة يطلع كذب وحبسين البضاعة جوه مخزينهم ومش عاوزين يطلعوها عشان يخوفك زيادة فتعد تزن عليه أنا عايز التلفزيون أنا عايز التلفزيون أنا عايز الغسالة أنا عايز التلاجة فاهمني؟ فايجي يقول لك إيه طب بص أنا هدور لك على أشوفها لك عند واحد حبيبي طب هي سعرها كامة كوماندا عشر تلاف بس أصلها مش من عندي يقول لها هيطلعها ده حبيبي ولازم بوده يكسب بص هطلعها لك على 14 كل سنة وطايل كلام فاضي يعني أقول لك شووش منهم حاجة سيبو